موسيقى من فرسعيد دو وضميات تمدول يؤكد حرص الدولة على تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 20-30 ودعل مصر مركزا للتجارة البينية واللوجستيات شكري ونظيره التركي يؤكدان حرص البلدين على دفع العلاقات التنائية وأنقرة تشير بدور مصر في إصال المساعدات الخاذة عقوبات أمريكية وأوروبية على مستوطنين بسبب العنف بالدفة الغربية المحتلة وإرهابهم يسجل مستويات قياسية الثالثة مساء بتوقيت القهرة الواحدة بتوقيت الجينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس مدلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها من أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد حيث أضاف مدبولي أن سدامة النمو تسهم في التعامل مع مختلف التحديات لافتا لأهمية التركيز على عدد من الأنشطة الصناعية نحن تكلمنا كلنا على أن شغلنا الشاغل وأولوياتنا لفترة الجاية هي الصناعة والحقيقة الصناعة يعني كل الدولة الحقيقة بدأة من فخامة الرئيس والحكومة وكل المؤسسات التنفيذية تعي تماماً أن استدامة النمو وأن نحن يبقى عندنا قدرة على التعامل مع كل التحديات التي نحن موجودين فيها ستبدأ أو ستبقى من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة وإنما قلت الصناعة 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 هذا فعلاً ما نؤمن به وإن شاء الله لفترة الجاية كل التركيز على هذا الموضوع وبالذات مع رجال الأعمال والمصنعين الجدين شدد رئيس مدلس الوزراء أهمية تعزيز قطاع التصدير من خلال خطة تتضمن زيادة نسبة نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنوياً أضف مدبولي أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتتباوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030 الأسبوع الماضي كان فيه اجتماع مهم جداً مع كل غرف التصدير ومجالس التصدير وبنتكلم معهم على مستهدف أن نحن يبقى عندنا نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% في كل القطاعات التصديرية والقطاعات التصديرية في الأساس هي قطاعات صناعة فبالتالي أنا بتكلم مع كل رجال الصناعة وكل مجالس التصدير على أن يبقى عندي خطة لا تقل سنوياً عن نسبة نمو 15% عشان نقدر نحقق المستهدف اللي احنا بنتكلم عليه إذا كنا بنصدر خلال العام الماضي بحوالي 53 مليار إزاي على 20-30 نتجاوز ال 145 مليار وده رقم قادر قابل للتطبيق إحنا بنتكلم على شيء يعني بعيد بالعكس تماماً إحنا ممكن نحقق أكتر من كده كمان ولكن هو كل الفكرة إزاي تناغم وتكامل المنظومة ما بين الدولة والقطاع الخاص عشان نحقق هذا الهدف أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بحث مع المجالس التصديرية مسألة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية وأشار مدبولي إلى خصوصية كل قطاع من القطاعات التصديرية بما يستلزم تحديد الخطط والبرامج والمستهدفات كلامنا كان مع مجالس التصديرية على إزاي إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع لي خصوصيته وبالتالي أنا مقدرش يعني نستمر إن إحنا ندي دعم صادرات مطلق أو عام ده بالعكس أنا طلبت من كل مجلس صديري يحدد لي إيه هي الأسواق اللي بيستهدفها اللي ممكن نعملهم حوافز أكتر إيه هي برامج دعم الصادرات اللي تخصوهم اللي تشجحهم من هم حقا وهذا الهدف بحيث يبقى كل مجلس صديري جيين بخطته وإن شاء الله في خلال الإسبوعين الجيين هنبقى بنقعد معاهم عشان نطلق هذه الخطة بإذن الله إحنا محددين إيه هي قطاعات وإيه هي الصناعات اللي عايزين نزولها من المكون المحلي وإزاي إن إحنا نعمق من التصنيع جوه بلدنا عشان نقلل الفاتورة الاسترادية وعشان نغطي إحتياجات السوق المحلي وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم أعمال التوسعات في مجمع مصانع بيرامدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وخلال جولة تفاقدية لمجمع المصانع أشار مدبولي إلى ما يمكن أن تسهم به أعمال التوسعات من توفير للمنتج المحلي في الأسواق وتقديم منتج عالي الجودة ووصول للمستويات المستهدفة للصدرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وخلال جولته بمحافظة بورسعيد تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقه مصنع فلية للصناعات الغذائية ولتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومصنع ذكر الأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة واستمع مدبولي إلى شرحان حول أنشطة مصنع فلية للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية وحجم إنتاجي حيث يقام على مساحة 1861 متر مربعاً كما تفقد مدبولي مصنع ذكر للأحذية وتعرف على مراحل الإنتاج وصولاً إلى المنتج النهائي بجودة عالية تضاهي المنتجات العالمية وعقب جولته بمحافظة بورسعيد توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقه إلى محافظة دميات لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري إقامتها على أرض المحافظة واستهل رئيس الوزراء جولته في دميات بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دميات من ناحية شطأ مشيراً إلى حرصه من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها سعياً لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخفض السياحي في ضوء ما تم التوافق عليه من تخفيضات من قبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخفض السياحي والإفادة بالنتائج تلك المتابعة بشكل دوري جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة ضميات وتطوير المنطقة المحيطة كما تفقد مدبولي المكان المخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والنصب التذكاري للجندي المجهول إلى جانب تفقد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة وكذا تطوير كونيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء موجهاً أو موجهاً بدراسة توسعة الممشى السياحي ليكون متنفساً لأهالي دميات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الموانين المصرية تشهد تطويراً غير مسبوقة وخلال مؤتمر صحفي بميناء دميات عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة أضاف مدبولي أن تطوير ميناء دميات سيكتمل في عام 2027 وسيمثل إضافة كبيرة للبنية الأساسية في مصر التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير الحياة غير مسبوك وزي ما شفنا مواني زي السخنة وميناء سكندرية والتطوير اللي تم فيه من نهار درحية كنا بنتابع مع علي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في ميناء دميات وتم عرض طبعاً الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا الميناء إن شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي حيبقوا موجودين ويمكن إحنا وقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها إحنا عندنا محطة تحيا مصر واحد وتحيا مصر اثنين وإن شاء الله يمكن أول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده وتشرف خمط رئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في ميناء سكندرية هتبقى على نفس المستوى إن شاء الله هنا في ميناء دميات بإذن الله إبريل 2025 إنما الميناء كله إن شاء الله حيكتمل بالكامل في 2027 وده هيبقى إضافة هائلة للبنية الأساسية الموجودة في مصر بالذات لإن ميناء دميات الحقيقة موقعه وطبيعته وقربه من مناطق كثيرة جدا جدا جوا مصر وبالذات منطقة الدلتة وقربه من أيضا القاهرة بيديلوا الحقيقة مزايا كبيرة جدا بتشجع الشركات العالمية إنها تبقى موجودة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التعاقد مع شركات عالمية للمساعدة في عمليات تشغيل وإدارة المواني المصرية وأشار مدبولي إلى السعي نحو تأسيس منظومة متكاملة لتنظيم عملية نقل البضاء من المواني على غرار كل اللي بيحسب في المواني المصرية النهاردة بنبقى على طول حرصين بمجرد أو قبل حتى ما ننتهي من أعمال التنفيذ والتنمية اللي موجودة في الميناء بنكون تعاقدنا مع الشركات العالمية اللي تدير وتشغل معانا هذا الميناء نفس الكلام هنا تم مع واحدة من أكبر التحالفات العالمية علشان يبدأوا على طول معانا تشغيل المحطة إن شاء الله وبدأوا بالفعل الأهم زي ما كنت بتناقش مع معالي الوزير إحنا بنتكلم إن المنظومة كلها تبقى منظومة متكاملة مش فقط ميناء لكن لازم يكون معا خط سكة حديد عشان يربط لإن ده بيبقى روح الميناء إن يبقى فيه خط سكة حديد عشان يربط وتتنقل البضايع من وإلى ده الميناء يبقى معانا منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف تبقى موجودة أيضا مع الميناء وهنا ميزة دميات طبعا إنه غير إنه هو ميناء بحري أيضا هناك قناة نيلية علشان بتدخل على طول لداخل الدولة المصرية فالحقيقة الميناء هنا الحقيقة ميناء متكامل والأهم إنه بيتم تنميته إنه يبقى ميناء زكي ويبقى بيضار على أعلى مستوى إن شاء الله وزي ما حنشوف في الفترة الجاية توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المبيد يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء التنسيق بين رئيس المجلس والوزارة المعنية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال القهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الإخوة الأقباط بهذه المناسبة قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات مع تركيا مشيرا إلى تطور العلاقات التجارية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره تركيها كان فيدان قال شكري أنه تم الاتفاق على وضع إطار قانوني والتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين إنعيكاسا للعمل المشترك العلاقات الثنائية فالهدف الذي نسعى إليه هو أن نرتقي بهذه العلاقات سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، أمنيا بشكل الذي يصب فيه المصلحة المشتركة لكل من البلدين وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على الدطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار نحن سعداء بما شهدنا من تطور في العلاقة التجارية في حجم التبادل التجاري بين البلدين وعندما تفضل فخامة الرئيس وردوجان بزيارة القاهرة ولقاءه مع السيد الرئيس كان من دم الأهداف التي اتفق عليها هو التموح بأن تزداد هذه العلاقة التجارية بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا إلى 15 مليار وما يتجاوز ذلك والإمكانيات متاحة في البلدين وأضاف وزير خارجية سامح شكري أنه تناول مع الجانب التركي عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشدد شكري خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإيصال المساعدة الإنسانية ووجود مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس مشيرا إلى أن استمرار الحرب على غزة وتهدير الفلسطينيين أمر مرفوض كما دع شكري إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس يجب أن يكون هناك بصار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع حلقات الانتقام المتبادل حلقات العنف بدون أن نصل إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي ما تم إقراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحفاظ على حقوق المشروعة والخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة وأكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع مصر لها أهمية كبيرة وأن هناك تنصيقا ومشاورات مع مصر بشأن الأوضاع في غزة هذا وشكر وزير الخارجية التركي مصر على جهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة نحن على تنسيق كامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال وحتى الوصول إلى هذه النقطة ما هي الأمور التي نتطلع إليها سواء في إيصال المساعدات الإنسانية وحل الدولتين والوضع والمستجدات الأخيرة كما تعلمون أن جمهورية مصر هي الأقرب من الناحية الجغرافية إلى غزة لذلك نحن دائما نتعاون مع مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا بأن غزة تجمعها مع مصر معبر رفح في المساعدات الإنسانية نحن نقوم بإيصالها إلى رفح ومن ثم تقوم السلطات المصرية بإيصالها بهذه المناسبة أشكر جميع المسؤولين في مصر على هذا التعاون المشترك لإيصال هذه المساعدات وللمزيد من المتبعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية أستاذ محمد بعد التحية كيف قرأت زيارة وزير الخارجية سامح شوكري لتركيا ولقاءه نظيره تركي وما تضمنه هذا اللقاء من مشاورات ومحادثات بشأن ملفات أبرزها حرص البلدين على تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بعد التحية سنزم أهلا وسهلا في البداية يعني هذا يعكس دور الدبلوماسية المصرية يعني المتأصل منذ زمن بعيد وتحديدا منذ عشر سنوات برزت فيها أو عادت فيها الدبلوماسية المصرية لدورها إقليميا ودوليا وأنها هي الدبلوماسية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط هذه الزيارة تأتي لمناقشة ملفات عديدة أبرزها الملفات الإقليمية وكان بالطبع يضغى عليها الملف الفلسطيني وقضية قطاع غزة ونحن في الدخول إلى اليوم المتين من الصراع الدائر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الجهود المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء كانت مساعدات إنسانية أو إغاثية وتسهيل دخول المساعدات التي تأتي من كل دول العالم عبر معبر رفح بالإضافة إلى مناقشة ملفات مرتبطة بالتعاون بين مصر وتركيا وتطوير العلاقات فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا أستاذ محمد أبرز مجالات التعاون التي تنتظر البلدين في الفترة القادمة في ضوء حديث لوزير الخارجية عن دراسة إطارات قانونية لاتفاقيات يتم التحضير لها بين البلدين يعني أبرز النقاط التي من الممكن أن يتم التشور فيها ما بعد المؤتمر الصحفي أو يوجد زيارات متبادلة بين الجانب التركي والجانب المصري تتلخص في تطوير علاقات تجارية توسيع التعاون التجاري بين البلدين يعني السيد الوزير سامح شكري صرح بأن مصر حريصة على رفع التعاون التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار هذا يأتي بأن يؤكد أن مصر أصبحت الآن هي الوجهة الأساسية في الشرق الأوسط للإستثمار يوجد أيضا مناخ للإستثمار جيد جدا يوجد تسهيلات في التعاون التجاري بين مصر وجميع بلدين الشرق الأوسط هذا أيضا يعكس الدبلوماسية وما قدمته إلى جميع المجالات يعني نجد أن الزيارة الأخيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر أكد فيها على هذه النقطة تحديدا وأكد على تعميق العلاقات بين مصر وتركيا هذا بالإضافة إلى نعم وصحة كورية الناظر أشكرت شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص بالشؤون الخارجية عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع نظره تركيها كان فيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا وأوضحت وزارة الخارجية أن هناك جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدما على كافة الأصعدة وتنسيقا مشتركا حول التحديات الإقليمية والدولية وهذا ويلتقي شكري خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز واتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر تواصل مصر بهدها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطع غزة وفي هذا الإطار تواصل سلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة والمزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرية يطلعنا عليه مراسل تلفزيون مصري كاريم بيبرز تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطع غزة يعني اليوم هو يوم السبت وهو إجازة في الناحية الأخرى من جانب قوات الاحتلال وهي أيضا فرصة لهم لزيادة حجم العرقيل التي تضاع قوات الاحتلال دائما لإدخال المساعدات الإغاثية ولكن هذا لا يمنع من الناحية المصرية من استمرار إدخال المساعدات الإغاثية والشاحنات من مختلف أنواعها مواد غذائية مستلزمات طبية أدوية مشروبات دافئة مواد إعاشية مثل الخيام والبطاطين والملاتب كل هذه يدخل عبر بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم نتحدث أيضا عن استمرار لوصول قوافل الخاصة بها التحالف الوطني وهو الأكثر مساهمة في هذه المساعدات الإغاثية حيث تقلصت بالفعل المساعدات التي كانت تأتي من باقي دول العالم عن طريق مطار العريش الدولي إلا أن المساعدات المصرية عن طريق التحالف الوطني لم تتوقف القافلة السادسة خرجت منها فقط ثلاث مراحل ووصلوا بالفعل إلى العريش ورفح إلى الناحية الأخرى نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال الأشقاء المصابين الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفات المصرية المجهودات الدبلوماسية أيضا لا تتوقف من الجانب المصري وقد صرح اليوم سيد سامح شكري وزير الخارجية أن برغم دخول كل هذه المساعدات وأن 70% أو أكثر من 70% من هذه المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي مصرية إلا أن هذا لا يرضي حتى الآن القيادة المصرية حسب تصريحات السيد سامح شكري وغير كافية من وجهة نظر الدولة المصرية وأيضا صرح السيد سامح شكري عن أننا كدولة مصرية ووجهنا الكثير والعديد من العراقيل الإسرائيلية المختلفة لمنع دخول المساعدات حتى قصف معبر رفح كما صرح من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني أو المنطقة الفاصلة من أجل منع دخول هذه المساعدات ولكن هذا لم يمنع الدولة المصرية دائما من الاستمرار والضغط من أجل دخول هذه المساعدات وبرغم ذلك هي ليست كافية حتى الآن هي الصورة حتى الآن تتحدث من العريش ورفح والآن عودة عليكم في الاستوديو مراكم فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الدفة الغربية المحتلة والقدس هذا وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت تكيانين ساعد في جمع أموال لصالح مستوطنين متطرفين نفذ أعمال عنف في الدفة الغربية في أحدث تحرك أمريكي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الدفة الغربية والقدس المحتلتين بحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن العقوبات طالت أحد المقربين من وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير وهو مؤسس وقائد جماعة لهافة المنتمية إلى اليمين وكيانين آخرين جمع أموالا لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف نفذها مستوطنون الخزانة الأمريكية كشفت أن تلك التحركات التي تجمد أي أصول أمريكية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحضر الأمريكيين من التعامل معهم بشكل عام تستهدف منظمتين دشنة حملتين لجمع أموال لدعم المستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهم عقوبات سابقة واشنطن لم تكن وحدها في هذا التوجه إذ خطى الاتحاد الأوروبي الخطى نفسها فوافق على فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقوبات التي تأتي إلى جانب تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمسة مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأمريكي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كما تأتي تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها إسرائيل للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تسجيل إرهاب المستوطنين الإسرائيليين مستويات قياسية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب المنظم بالدفاع وفي تقرير الاستيطان الإسبوعي أضاف المكتب أن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين لا يندرد في إطار التصرفات الفردية أو الحوادث المعزولة والمتفرقة بل هو عمل منظم بدعم وتشبيع من أوساط سياسية في الحكومة الإسرائيلية والكناسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أكدت وكلة الأنباء الفلسطينية أن مجموعة من المداريين أطلقت عريضة لوقف شحنات الأسلحة المدارية إلى إسرائيل كذلك الأسلحة المدارية الصنعة وأجزاء الأسلحة المخصصة لإسرائيل وطرحت العريضة التي تهدف إلى جميع 20 ألف توقيع نصوصا وأراء قانونية مختلفة هذا وحضر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيلة المستخدمة في غزة إلى إسرائيل من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني دولي ويجب أن يتوقف فورا شارك مئات المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس بمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعضوان الإسرائيلي والإبادة الجامعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجامعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري وإنقاذ الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال ورفعوا الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية ويافطات تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وأخرى تدين العضوان والإبادة وتطالب بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل استشهد سبعة فلسطينيون في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفا حجة بقطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلا في حية للسلطان غرب المدينة وأشارت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتج عن القصف هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مندل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي سلام بمدينة رفحة مما أصفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح كما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العضوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34 ألفا وتسعة وأربعين شهيدا فضلا عن إصابة 76 ألفا وتسعمائة وواحد منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي بيانها اليومية أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال أربع مجازرة ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أصفر عن وقوع 37 شهيدا و 68 مصابا رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية بربادوس بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروع في أرضه ووطنه بما ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير انطلقت أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي للدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ركزت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي على إدانة الهجوم الإسرائيلي المستمر على المدنيين بقطاع غزة واستهداف المنشآت الطبية والمنظومة الصحية والبنية التحتية وخلال كلمته أكد الرئيس البرلمان العربي عادل العصومي أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية مجددا تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية لقد تابعنا جميعا حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الغاشم وهو ما يأكد مجددا حقيقة لا تقبل الشك وهي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستغلة وعاصمتها مدينة القدس في سياق آخر حضر رئيس البرلمان العربي من خطورة الأوضاع في السودان مع استمرار أعمال القتل والتدمير وتظهر أضباع الصحية والإنسانية كما تطرق العصوم إلى الأزمة في اليمن وليبيا حيث أكد أن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل لها ففي جمهورية السودان الشغيقة تزداد الأوضاع سوءاً بسبب استمرار أعمال القتل والتدمير وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية والتي بسببها حذر برنامج الأقضية العالمي في شهر مارس الماضي من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم إذا لم تتوقف الحرب الدائرة لذلك فأننا نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربي دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني وحدة الجيش السوداني وضع حداً للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون وعلى صعيد الأزمة في الجمهوري اليمنية فأن البرلمان العربي يدعم بقوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا نجدد دعوتنا إلى شقائنا الليبيين لإلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدمة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاغات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستغراف كافة انحاء ليبيا الحبيبة وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أكد عدد من الأعضاء بالبرلمان العربي محورية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم بين القضايا العربية وشددوا على التزامهم الكامل بترحي قضية أمام البرلمانات الأوروبية كافة لإيصال حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة البرلمان العربي اليوم معني بمناقشة القضايا أو التحديات التي تواجه الدول العربية فاليوم يمكن المحور الأساسي أو نحن دائما يكون القضية الفلسطينية هي محور أساسي تم نقاش حقيقة كثير من الردود حقيقة الإيجابية لهذا الشعب اللي نقدر نقول هي القضية قضية عرب طبعا وبالتأكيد بضل قضية عرب فعرضت الكثير من المواقف الإيجابية تجاه هذه القضية نحن نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس ما يحصل اليوم هو سكوت جبان من الدول العالمية ومركز القرار العالمي وهي في الحقيقة وسمة عار على جميع المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن وقراراته التعسفية ضد شعبنا العربي في فلسطين المفروض من هذا البرلمان أن يؤدي دوره كاملا في إيصال صوت الجماهير العربية إلى جميع البرلمانات في العالم وإلى جميع القوى المحبة للخير والسلام في العالم وأن نطرح قضيتنا المركزية وقضية فلسطين بالدرجة الأولى بشكل كبير ضمن هذه البرلمانات وأن يكون هناك حضور وتوافد من قبل البرلمان العربي إلى البرلمانات العالمية سواء البرلمان الأوروبية والبرلمان الآسيوي وأيضا برلمانات الدول الأجنبية جميعها من أجل شرح وقع على القضية الفلسطينية ومن أجل أيضا وقع العربي بشكل كامل وأن يكون هناك تضامن عربي كامل مع جميع القضايا العربية أعلنت مصادر عراقية مقتل عنصر من القوات العراقية وإصابة ثمانية آخرين في انفجار في معسكر كالسو على بعد خمسين كيلو مترا جنوب بغداد وأكد الجيش العراقي أنه لم يتم رصد أي طائرة مصيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار قال حاكم منطقة سمولينسك غرب روسيا إن طائرة لمسيرة أوكرانية دربت مستودعا للوقود ما أصفر عن اشتعال النيران فيه وقال الحاكم فاسيلي أنوخين إنه تم صد هجوم على مركز المنطقة مضيفا أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروعات قوانين منفصلة تتعلق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان هذا وتبلغ قيمة المساعدات التي سيتم تصفيت عليها للدول الثلاث نحو 95 مليار دولار وكان البيت الأبيض قدم دعما لهذه المشروعات الجديدة الأسبوع الماضي قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها أخبرت كوريا الشمالية رأساً حربياً كبيراً مدداً صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية وذكرت وسائل إعلام كورية أن بيونج يونج أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات مشيرة إلى أن هدفا معينا قد تحقق من خلال الاختبار دون تقديم مزيد من التفاصيل في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات في المنطقة اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت أن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي هو سال وان راثلي وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا اطلاق صاروخ بيول جي وان واتو المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا وأشرت إلى أن هدفا معينا قد تحقق من خلال الاختبار من دون تقديم مزيد من التفاصيل وأوردت الوكالة أن كلا الاختبارين كان جزءا من الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية لا علاقة لها بالوضع المحيط بالبلاد من دون أن تعطي أي معلومات أخرى كانت كوريا الشمالية قد قالت في أولي أبريل لأنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسطا إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب وشاركت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لإطلاقه تحت أنظار الزعيم كيم جونج أون وتخضع بيونج يانج لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية في عام 2009 لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة وفي هذا العام أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي لها وقد تخلت عن وكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب في حال أي انتهاك لأراضيها أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التزام الصندوق التابت بدعم مصر في مواصلة سياستها الاقتصادية جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عقب لقائها محافظة البنك المركزي حسن عبدالله وعددا من الوزراء قامت جمعية الرسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في قرية دهشور بالجيزة يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجماعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤطنين احنا بننزل هنا دهشور بشكل دوري كل شهر بأنه سنة ونص دلوقتي بننزل قافلة زي ما هم شايفين بنبدأ بتعبئة 250 شنطة او اكتر او اقل بحجاب بسيطة يعني ونوزعها على الأسر بتاعتنا يعني بنوزع على 250 أسر الموضوع مش متوقف على فكرة ان هي شنطة بتوصل لهم بس على قد ما هم خلاص بقوا أهلنا زيهم زي والدي والديك في البيت زيهم زي أخواتنا في البيوت خلاص بقالنا سنة ونص بنعدي عليهم كل شهر كل يوم والأنشطة بتاعتنا مش متوقفة على فكرة ان انا باجي أنزل شنطة لأ عندنا برامج تعليمية للأطفال بنعلمهم ازاي يصلوا ازاي يتعاملوا كويس ازاي يتكلموا مع بعض بشكل طيب في زيارات مسنين بنعدي على ما يقارب 50 مسن كل شهر فالمبادرة مش متوقفة فس على ان انا بساعد حد بحاجة كل شهر على قد ما يمتوقفة ان احنا خلاص بقينا من البلد ديت و يعني زينا زي أهلها بزي المسنين أو كبار السن لما بنروح لهم بيبقى بالنسبة لهم يوم عيد أصلا بيسألوا علينا في التليفون ودايما بيكلمونا والأطفال ما شاء الله عليهم يوم عن يوم بيتغيروا فكل مرة بيجوا فرحتهم لما بيشفونا أصلا وبيجروا علينا ويحضنونا دي بصراحة بالدنيا فلا يعني هم أهلنا وبجد بيفرحوا لما بيشفونا الفكرة كلها ان احنا المتواعين اللي بيجوا بيجوا من خلال مثلا يعني كلنا أغلبنا في شباب مثلا من سننا 14 سنة لحد 25 سنة كل الناس ديت أغلبها بيقى في جامعات مش عارف ايه فاحنا بنجمع بعض أولا كاصحاب ومش عارف ايه وكده من الجامعات أولا ثانيا من الدروس ومش عارف ايه وكلام ده تقوله العطفال الصغيرين من المدارس وبأوقات بنروح سناتر مثلا نعمل تواعية هناك عن التطوع وكل الكلام ده وبعد كده فيه فورم مثلا على السوشيال ميديا بنطلعه كل تقريبا ستة شهور بنخليهم يملوه الحابب يتطوع الحابب ان هو يشغل وقت فراغه في الأجازة كل الكلام دوت وهم بيملوه مثلا واحنا بنبدأ بقى نعمل ان احنا نكلمهم بالتليفون وكده وهم بيجوا يعني وصلنا مشاهدين الى نهاية النشرة لا تبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عنوين من بورسعيد وضميات مدولي يؤكد حرص الدولة على تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 واجعل مصر مركزا للتجارة البينية ولوجيسيات شكري ونظيره تركي يؤكداني حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية وأنكارا تشيد بدور مصر في إيصال المساعدات لغزا عقوبات أمريكية وأوروبية على مستوطنين بسبب العنف بالضفة الغربية وإرهابهم يسجل مستويات مقياسية ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية لهو أمنه شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة